ينضم إلينا من الناصر الدكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية أهلا بك دكتور سهيل إذن يعني التحركات على جميع المستويات في جميع الاتياجات أيضا الجميع بدأت يدرك بأن ترك الأمر على ما هو عليه من الممكن أن يأتي بكارثة على المنطقة ربما لهذا هناك حراك كبير جدا لمحاولة السيطرة على ما يجري في قطاع غزة كيف نقرأ كل هذه التحركات وزيارة بلينكين إلى إسرائيل ما الذي تعكسه أيضا تحياتي لك بداية ولجميع المتابعات والمتابعين هذا الأسبوع هو تكمل لما جرى فيها الأسبوع الماضي وسيكون هناك تحركات غير عادية على أربع مستويات وجميع هذه المستويات ستصب لكل طرف بإمكانية التأثير على نتائج هذه المفاوضات إسرائيل على سبيل المثال يتقوم بالتفاوض عبر أربع مستويات المستوى الأول هو مستوى الدبلوماسي المعهود الموجود وزيارة بلينكين بهذا الإطار ونتحدث عنها بكلمتين بهذا الخصوص بالعلاقات الإسرائيلية الأمريكية المستوى الثاني هو الميدان ومزيدنا المجازر في قطاع غزة وفي الضفة الغربية لفرض شروط إسرائيلية على هذا التفاوض وأيضا إسرائيل تعمل على المستوى الإعلامي بالبث العديد من البيانات الإعلامية أحيانا المتناقضة وأحيانا المنافية لما يجري في داخل الغرف المغلقة في المباحثات والجانب الرابع هي طاولة المفاوضات الرسمية سواء في الدوحة أو القاهرة بهذه المستويات الأربعة تجري الأمور ماذا هذا يقول؟ هذا يقول عدد من الأمور الأمر الأول أن هناك إرادة أمريكية جامحة بدرورة الوصول إلى أي شيء من التفاهم لأسباب تريدها الولايات المتحدة خاصة قلقها بما يجري في الانتخابات الأمريكية وحملة كاميلا هاريس والثاني هو المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة بالشرق الأوسط التي لا تريد أن توصل إلى مواجهة إيكوليمية الجانب الإسرائيلي بدأ يرى بعض الأمور الممكنة في حلول وسط مثل صفقة جزئية وهذا ما يجري الحديث عليه اليوم زيارة بلينكين لإسرائيل هدفها أمرين الأمر الأول هي الضغط على المستوى السياسي في إسرائيل أن يقوم بتقديم عدد من التراجعات بما يتعلق في نقطتين نقطة المحور الفلاديلفي ومعبر رفح والنقطة الثانية هي نقطة تفتيش النازحين العائدين إلى شمال قطاع غزة وهتين النقطتين ما زالتا العالقتين بكل ما يتعلق في قضية مواصلة المباحثات لإنجاز اتفاق وعلى ما يظهر أن هناك تزامنا أيضا اليوم سيكون بعد الظهر بالقاهرة بلقاءات فنية وتقنية بين وفود إسرائيلية ووفود مصرية بلقاءات ثنائية لإيجاد وطرح بعض القضايا المتعلقة بالمحور الفلاديلفي ومعبر رفح ومحاولة إيجاد صيغة توافقية بهذا المجال كل ذلك يعني يأتي بإطار أسبوع مفصلي يضع الفصل الأخير من هذا المسلسل الدامي الذي بدأ قبل أكثر من عشرة أشهر ويوصل المنطقة لواحدة من إمكانيتين لا ثالث لهما إما الذهاب إلى تهدئة وصفقة ومزيد من التهدئة أيضا على الإقليم أو الذهاب إلى حرب إقليمية كارثية لا يحمد عقبة نعم هل الآن الحديث عن أن إذا لم يتم تطبيق هذا المقترح الأمريكي والانتظار نحو تفكيك ربما العقد الأكثر صعوبة قد يعني أن تستمر هذه الحرب لمدة أطول وأن ذلك سوف يحتاج إلى وقت طويل جدا بالتالي هل بدأ التي تضعها أمريكا الآن من الممكن أن تكون بداية للاتفاق على قضايا أكثر عمقا لخلال الفترات المقبلة إذا ما تم تنفيذ هذا الاتفاق لذلك يتم الحديث بطرح من الجانب الفلسطيني وبحق وأيضا من الوسطى بضرورة وقف الحرب نهائيا وليس فقط تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية مهم تبادل أسرى ومهم المساعدات الإنسانية كثيرا ولكن الأهم من كل ذلك هو وقف هذا العدوان وأن هذه الحرب الولايات المتحدة تعطي ضوءا أخضرا معينا أننا سنؤكد على تبادل أسرى وإدخال المساعدات الوسطى العرب المصريين والقطريين والفلسطينيين بالطرف الفلسطيني يؤكدون على ضرورة وقف هذه الحرب نهائيا وأن لا تعود إليها نتنياهو يريد صفقة جزئية وضمانات بأنه يستطيع أن يعود إلى الحرب متى يشاء هنا يكمن الموضوع المركزي حول مستقبل حرب أم لا هل الذهاب إلى تهدئة لفترة معينة وتبقي حالة الحرب أو الذهاب لمرحلة نهائية لإنهاء هذه الحرب وعقد صفقة تبادل والذهاب إلى تهدئة الإقليم بشكل أبعد وأعمى هنا يكمن الفخ الأكبر في هذه المباحثة ما الذي تقدره دكتور سهيل سريعا؟ أقدر أننا ذاهبون بجميع مؤشرات دون الدخول بالتفاصيل كثيرة إلى لا يوجد أي إمكانية إلا الذهاب إلى نوع من أنواع الصفقة بهذا الشكل أو ذاكي أود أن أشكرك جزيلا كنت معنا من النصر الدكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية